بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي والميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعوج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يغنج الليل في النهار ويغنج النهار في الليل وهو عليم بذات الصمور آلنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عرضه آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله والله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرأ الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نور بين أيديهم وبإيمانهم بشرعكم يوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقولون المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باب باطن فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وتربصتم واغتبتم وغروتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرأكم وغرأكم بالله القرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار مأواكم النار هي مولاكم هي مولاكم وبئس المصير ألم يأمن الذين آمنوا ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لذكر الله وما نزال من الحق ولا يكونوا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمن فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون إعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقون إن المصدقين والمصدقات وأقربوا وأقربوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهم وزينة وتفاخر وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورهوان